من هدي رب الكون ذي الرحمات من حكمة القرآن والنفحات من سنة المختار هادي الخلق من قول وثال طاهر القسمات من روعة الإسلام في عليائه يهدي العباد بفايض الحسنات جئنا لنقطف زهر نور يا نعيم ونصوه بقلائد الوقفات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته واكتفى أثره وسلم تسليما كثيرا أهلا وسهلا ومرحبا بكم أخواني أخواتي في مستهل هذه الحلقة من برامجكم وقفات حديثنا اليوم هو حديث الساعة في مثل هذه الأيام في شهر شعبان وبالأخص حينما ينتصف شهر شعبان يتحدث الناس عن الزكاة يتحدث الناس عن الزكاة رغبة في معرفة أحكامها وفضلها فبفضل الله تبارك وتعالى المزكون كثر الذين يخرجون أموالهم فحديث هذا لهؤلاء المزكين وحديث أيضا لهذا الإنسان الذي لا يزال متردد ولا يزال ممتنع عن دفع الزكاة وهو يعلم أنها مفروضة عليه كفرض الصلاة وكفرض الحج وكفرض الصيام فهذا الإنسان الذي يصوم ويصلي ويحج لكنه يمتنع عن دفع الزكاة يكون قد أخل بركن عظيم من أركان الإسلام فحديث للإنسان الذي يزكي وهو حريص على أن يخرج زكاة ماله وذكره بما جاء في فضل الزكاة وحديث أيضا لهذا الإنسان الذي لا يزال ما يخرج ما افترضه الله تبارك وتعالى عليه من الزكاة الأمر الأول لا بد أن نعلم أن الزكاة فرض وركن من أركان الإسلام طبعا هذه المسألة من الأمور المعلومة لدى الكبير والصغير لما قال ربي سبحانه وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفا ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة وتدبر هذا الأمر سيتكرر كثيرا ما تذكر الصلاة وإلا قد ذكرت معها الزكاة يعني كأن هناك رسالة تقول كيف تصلي ولا تزكي وأنت قادر على الزكاة طبعا الإنسان الفقير الذي لا عنده قدرة على الزكاة هو غير مخاطب بها المخاطب هذا الإنسان الذي قادر على الزكاة قال ربي سبحانه وتعالى والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم هؤلاء السائلين المحرومين لهم حق في أموالنا لهم حق في أموالنا هذه الأموال التي نخرجها هي من حقوقهم علينا ربي سبحانه وتعالى امتدح عباده الصالحين فقال كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم علموا هذا الأمر وامتثلوا له وفي أموالهم حق للسائل والمحروم هذا الإنسان الفقير الذي فضلك الله تبارك وتعالى عليه بالمال والثراء والقدرة على الزكاة له في مالك حق يقول نبينا صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا أبده ورسوله وإيقام الصلاة وإيطاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان ما يعقل من مسلم مسلم عاقل راشد يعلم أنه إذا صلى صلى لله وإذا صام صام لله يعني يصوم استجابة لأمر الله الذي أمر بالصيام ويصلي استجابة لأمر الله الذي أمر بالصلاة يبغى أيضا أن يزكي لأمر الله الذي أمر بالزكاة والمال مال الله تبارك وتعالى هو الذي أعطاك هذا المال هو الذي أعطاني هذا المال وحقائق أجيبة ستأتي تبين أن هذا المال الذي يخرجه المزكي يخرجه لنفسه أنا قلت في حلاقات سابقة مثله كمثل الإنسان الذي عنده أكثر من حساب عنده حساب في المصرف الفلاني وحساب في المصرف الفلاني وحساب في المصرف الفلاني حينما يخرج ألف دينار ويخرجها من هذا الحساب إلى هذا الحساب حال المزكي حال المتصدق هكذا أنت حينما تخرج من زكاتك ومن صدقاتك فإنك تضعها في الحساب الأخراوي الفارق أن الحساب الأخراوي يبقى لك وينميه ربي تبارك وتعالى لك كما قال عليه الصلاة والسلام كما يربي أحدكم فلوة حتى يكون كالجبل حتى وإن كانت هذه الصدقة يسير جدا إلى درجة أن تكون شق تمرة شق تمرة لك أن تتصور إنسان يتصدق بنصف تمرة أو قيمة تمرة عدل تمرة ربي سبحانه وتعالى يربيها ينميها تزكو عنده سبحانه وتعالى حتى تكون مثل الجبل فأنت أخرجتها من حسابك إلى حسابك فهذا السائل وهذا المحروم وهذا الفقير وهذا المسكين هو الأداة التي توصل لك هذا المبلغ من حسابك في الدنيا إلى حسابك في الآخرة هو الوسيلة التي من خلالها توصل هذا المال إلى الآخرة هو الواسطة بين حسابك في الدنيا وحسابك في الآخرة حينما تضعها في يد هذا الفقير في يد هذا المسكين فإنك تضعها في يد الوسيط بين حسابك في الدنيا وحسابك في الآخرة حسابك في الدنيا كم ستستمتع فيه وما بقي فهو للورثة حسابك في الآخرة لك ما يشاركك فيه أحد كل حسابك الذي أرسلته إلى الآخرة هو لك حسابك الذي في الدنيا ستلبس منه تأكل منه تشرب منه تسكن منه تركب منه وما بقي ليس لك وإنما لورثتك أما حسابك في الآخرة فهو لك كل مدخر لك أنت كل شيء ترسل إلى الآخرة لك تنعم به هناك في دار الآخرة يقول ربي سبحانه وتعالى في الحديث القدسي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه هذا حينما يتقرب الإنسان بالزكاة هذا أعظم بكثير من تقربه بالصدقة الصدقة إحسان وفضل وتطوع والزكاة واجبة وفريضة فحينما يتقرب العبد إلى الله تبارك وتعالى بهذه الزكاة فهو يتقرب بعباده افترضها الله تبارك وتعالى والتقرب بالعبادات هو أحب شيء إلى الله سبحانه وتعالى قلت قبل قليل اقرأوا القرآن ستجد هناك اقتران دائم في موضوع الزكاة والصلاة وكأن هناك رسالة تقول تصلي تزكي نسمع بعض الآيات قال سبحانه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الركعين قال سبحانه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم تدبر وما تقدموا لأنفسكم من خير تججوه عند الله إن الله بما تعملون بصير قال سبحانه إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قال سبحانه وتعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم قال سبحانه فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصلوا الآيات لقوم يعلمون الآيات كثيرة التي تبين هذه الحالة الطردية اقتران بين الزكاة والصلاة الزكاة والصلاة فخطأ كبير وذنب عظيم يعني يصلي الإنسان ولا يزكي مثل بعض الناس الذي في جهر رمضان يصوم ولا يصلي يعني هذا يحتاج أن يجلس مع نفسه ما يحتاج يستمع إليه أو إلى غيري يفكر بينه وبين نفسه يقول أنا أصوم لمن أصوم لله سبحانه وتعالى لأنه أمرني بالصيام طيب هو لا على الأوقات التي أوجب الله سبحانه وتعالى الصلاة فيها يعني يصلي الفجر يصلي الفجر متى ما استيقظوا أنه أخذ إجازة ماذا استيقظ السلاة أخذ عشر؟ أخذ عشر؟ يستيقظ ممكن صلاة العصر؟ بعض الناس ينام يصلي الليل ولا يستيقظ لبعث صلاة العصر ويصلي الظهر يصلي العصر يصلي المغرب لا هذا لعب هذا الذين قال الله سبحانه وتعالى في شأنه فيهم فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون يعني يؤخرون الصلاة عن وقتها لا يسهون في الصلاة لا الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها يأتي من الدوام ولا يصلي الظهر ولا العصر إلا مع المغرب أخرج صلاة الظهر عن وقتها وصلاة العصر عن وقتها هذا لعب أشاهد نحن في موضوع الزكاة نقول الزكاة والصلاة هما قارنان تجدهم فيما تجد ذلك في أكثر من آية أخرج وإياكم في فاصل ثم أتواصل معكم فانتظروا حياكم الله أخواني وإخواتي من جديد وحديث عن فريضات الزكاة الزكاة فريضة معروفة في الأمم السابقة الأمم السابقة التي سبقت عدد النبي صلى الله عليه وسلم أمة عيسى عليه السلام موسى عليه الصلاة والسلام إبراهيم عليه الصلاة والسلام هذه أمم سبقت الله تبارك وتعالى افترض عليهم الزكاة كما افترض عليهم الصلاة وهذا يدل على أهمية هذه الزكاة التي نحن نتكلم عنها ربي سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم وهي وصية للأولين والآخرين قال وَجَعْلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيَّا وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيَّا وَأَوْحِيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِيقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيْتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ هذا أيضا موجود في أمم سابقة قال سبحانه وتعالى وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلِ إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا هذه إحدى الرسالة التي أتى بها إسماعيل عليه السلام يوصي أهله بالصلاة والزكاة وقال سبحانه مبينا أن هناك أسرار أسرار في موضوع الزكاة سبحان الله وهذه الأسرار قد تكون تحتاج إلى تأمل فأنزل لنا ربنا تبارك وتعالى هذا الكتاب نقرأه فنجد هذه الأسرار واضحة بينا من هذه الأسرار في الزكاة أنها سبب للهداية الزكاة سبب للهداية اليوم نحن نسأل الله تبارك وتعالى الهداية في كل صلاتنا كل صلاة نصليها نقول اهدنا الصراط المستقيم ونكرر ذلك في جميع صلواتنا بل في كل ركعة نركعها سواء كانت من الفريضة أو النافلة نقول اهدنا الصراط المستقيم لحاجتنا للهداية ولعلمنا أن الهادي هو الله سبحانه وتعالى وأن الهداية بيده سبحانه وتعالى فنحن نسأل المولى تبارك وتعالى على الدوام الهداية طيب الهداية لها أسباب من أسبابها الزكاة الزكاة من خيراتها ومن فضلها ومن أسرارها أنها تهدي العبد هو ربما تتجاذبه نفسه والهوى إلى الانحراف والعدول عن الصراط المستقيم الزكاة لها فضل من أفضالها أنها تهدي تهدي هذا المزك قال ربي سبحانه وتعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين إذن أحد أسرارها أنها سبب الهداية تزكي والله تبارك وتعالى يجعل في قلبك ويثبت قلبك على الدين وأنتم تعلمون أخواني أخواتي أن هذه القلوب تتقلب كما أخبر صلى الله عليه وسلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا خاصة في أزمنة الفتن عندما يعيش الإنسان في زمن تكثر فيه الفتن فتن الشهوات فتن الشبهات فتنة الولد فتنة المال فتنة الجاه فتنة الكرسي فتنة الله يكفينا الشر الحروب فتنة الكوارث قد يتحرك هذا الإمام والقلوب كما كان عليه الصلاة والسلام كان كثيرا ما يدعو يقول عليه الصلاة والسلام كثيرا ما كان يدعو يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك شيء عجيب رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو ربه على الدوام يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك جاءه أنس جاءه أنس رضي الله تعالى عنه قال يا رسول الله آمنا بك وبما تنا به فهل تخاف علينا قال نعم إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء تتقلب هذه القلوب القلب كما قال عليه الصلاة والسلام مثله كمثل الريشة معلقة في شجرة في أصلي فلا في البر في البر ثم يأتيها هذا الريح ماذا يفعل بهذه الريشة هكذا قلبي وقلبك فنحرص على هداية ونحرص على ثباتها نحرص على تدينة من الأدوات التي تساعد على ذلك الزكاة استحضر ذلك وأنت تزكي وأنت تخرج مالك كذلك من أسرار الزكاة أنها سبب في استقامة العبد على الطاعة نحن نحتاج إلى الهداية ونحتاج إلى الاستقامة أن نكون على على الصراط المستقيم التدين المستقيم الذي لا إفراط فيه ولا تفريط لا جفاء فيه ولا غلوب التدين الذي يرضاه الله تبارك وتعالى لا التدين الذي يرضاه يرضاه الحزب أو يرضاه الشيخ أو يرضاه فلان من الناس لا لا دين الذي يرضاه الله تبارك وتعالى البيّن الواضح الزكاة تعينك على هذه الاستقامة تعينك إذا صليت أن تصلي صح فتتعلم كيف تصلي كيف تصوم كيف تعمل ربك تبارك وتعالى يقول عليه الصلاة والسلام أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وحجوا واعتمروا واستقيموا يستقم بكم هذه النتيجة تقربوا إلى الله بالصلاة تقربوا إلى الله بالزكاة تقربوا إلى الله بالصيام استقيموا يستقم بكم وهذا من فضل الله تبارك وتعالى أن العبد إذا خطى خطوة إلى الله قابله الله تبارك وتعالى بأضعافها كما جاء في الحديث القدسي يا ابن آدم قم إلي أمشي إليك فقط قم الآن فرصة هذه الأيام هي من النفحات التي ينبغي أن تستغل شعبان الخير مقدمة لرمضان أعظم عبادة فيه ينبغي أن يستحضرها العبد المسلم هو التوبة إلى الله سبحانه وتعالى من الذنوب والمعاصي والمعاهدة على الإيمان والهدى والتقوى أعظم عبادة أن يبدأ الإنسان في عادة تحديث لنمط حياته حتى يوافق ما يريده الله تبارك وتعالى إنسان ما يصلي يصلي إنسان يأكل الحرام ينتبه يرجع الحرام حقه لا لا يجوز إنسان ظالم متسلط ظلم هذا وظلم هذا ظلم ربما زوجته ربما ظلم أولاده ربما ظلم أسرة كاملة جعلها تعيش في ظلم ينتبه يحتاج إعادة تحديث لحياته لنمط حياته إعادة تحديث لعلاقته بربه تبارك وتعالى إنسان يقع في غيبة الناس إنسان يقع في في التعدي على حقوق الآخرين وعراضهم انتبه وأنتم تلاحظون في ثواني معدودة ثواني معدودة زلزل يموت فيه آلاف أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبلهم عنده شهداء في لحظة هذا الإنسان الظالم إذا ذهب وهو من تبه لهذا الموضوع ما عاد قضية المراجعة علاقته بربك كيف تكون فمن أسرار الزكاة أنها تهدي ومن أسرارها أنها تعين على الاستقامة هناك أسرار أخرى سأتحدث عنها ولكن بعد هذا الفاصل فاصل ثم أتواصل معكم فانتبه حياكم الله أخواني أخواتي من جديد وحديث عن الزكاة عن هذه الفريضة العظيمة ولا أزال تحدث عن أسرارها من أسرارها أنها سبب لنزول الخيرات ومنعها سبب لمنع الخيرات سواء كانت على الأفراد أو على المجتمعات أو على الأمم وهذا مشاهد ومحسوس وملاحظ يقول عليه الصلاة والسلام في حديث طويل قال في جزء منه قال ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا أنتم تعلمون حاجة الأرض وحاجة من يعيش عليها إلى الماء هذا النازل من السماء واليوم العالم عبر ما مضى من الأزمنة وما يأتي حروبهم قائمة على هذا المورد العظيم أساس الحياة وهو الماء هناك متألق بين وجوده وبين الزكاة قال ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء فأنت حينما تزكي تستمطر السماء تستمطر السماء بالخيرات لأن الماء هذا النازل من السماء نزول الماء من السماء قد يكون خير لأمة ولي أفراد وقد يكون نزول الشر ووبال على أفراد هؤلاء يشربون منه يزرعون منه يحفظونه في هذه الخزنات الأرضية وربما هذه البقعة تعيش في حالة فيضان وارتفاع من سوب مياه الأنهار والبحار وتتضرر تلك المدن والأقاليم والماء واحد الذي نزل من السماء فيستمطر الخير الذي في هذا الماء من الله تبارك وتعالى بالزكاة هذا سر آخر والخير يتتابع للعبد ليس هذا فقط نبينا عليه الصلاة والسلام بيّن أن المال المزكى من اسمه زكاة يزكو به المال وتزكو به النفوس نفس المزكي إنسان عنده عشرة ألاف دينار كم سيخرج من زكاةه؟ كم المال الذي سيخرجه؟ في المئة دينار دينارين ونس في الألف دينار خمسة وعشرين دينار كم هذه المبالاق قليلة لكن ما هو مردود هذا المال القليل على نفس المزكي وعلى نفس المال نفسه ربي سبحانه وتعالى يقول خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها فهو طهرة وهو زكاة زكاة للمال وزكاة للمزكي يقول عليه الصلاة والسلام من أدى زكاة ماله فقد ذهب عنه شره يعني هل نفهم أن في المال شر؟ نعم في المال شر ما نقول كما يقول الآخر المال وصخ لا نقول المال لأناس خير وزينة والله سبحانه وتعالى سمه زينة والمال لآخرين قد يكون شر بالفعل تتساءلون كيف ممكن يكون شر؟ أنا أخبركم هذا الذي عنده أموال ثم يذهب بهذا المال يشرب الخمر يذهب بهذا المال ويتعاطى المخدرات يذهب بهذا المال ويفعل الفواحش والمنكرات يذهب بهذا المال ويتعاطى الربا يتعامل بالربا يذهب بهذا المال ويدخل في صلاة القمار هذا شر قاد إلى هذه المعاصي هذه ليست معاصي عادية هذه كبائر الذنوب هذه كلها كبائر للذنوب أحد يشرب خمر هذه كبيرة من كبائر الذنوب واحد يرسك بالفواحش هي كبيرة يرابي يلعب القمار هذا شر في المال قد يكون في المال شر من حيث السبب في صرفه ما أخرز زكاة ماله فإذا به يخرج مال في علاج ولده من مستشفى إلى مستشفى من مستشفى إلى مستشفى وتنفد هذه الأموال في الإلاجات ممكن قد يكون في هذا المال شر فتذهب أنفس بسبب هذا المال وتقتل أنفس بسبب هذا المال ولأناس هذا المال خير سبحان الله يقود هذا المال من خير إلى خير كذلك يقول عليه الصلاة والسلام إذا أديت زكاة مالك فقد أذهبت عنك شره من أسرار الزكاة أن فيها سر لعلاج القلوب المرهقة لعلاج القلوب المتعبة القلوب الكئيبة وسبحان الله الزكاة لها علاقة بعلاج هذه القلوب وعموما العمل التطوعي الذي في خدمة للآخرين هذا سبب رئيس في علاج هذه النفوس المتعبة والمرهقة جاء في حديثة بالدرداء أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله جئتك أشكو إليك قسوة قلبي جئت إليك أشكو قسوة قلبي من فينا يشتكي من قسوة القلب الآن من يتابعني من فينا يشتكي من قسوة قلبه وانكسار قلبه وجرح قلبه مفروض ينتبه مفروض ينتبه الآن يقول سأنظر ماذا يقدم عليه الصلاة والسلام من علاج عليه الصلاة والسلام لا يقدم علاج من نفسه وحي يوحى إليه قال يا رسول الله جئت إليك أشكو قسوة قلبي قال عليه الصلاة والسلام أدني اليتيم منك أدني اليتيم منك وامسح على رأسه وأطعمه من طعامك يلين قلبك وتقدر على حاجتك يعالج هذا القلب هذا أشياء معنوية ترى ليست أشياء مادية ولا يعلم بها إلا الله سبحانه وتعالى لكن لها تأثير اليوم نحن نقرأ في أكثر من مرة تمر علينا مواقف وتمر علينا دراسات بحثية مكتوبة أن هناك من يعالج المكتئبين ويعالج هؤلاء المرهقين نفسيا أن يدخلهم في أعمال تطوعية الزكاة وعالج قال سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وآقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون والحزن محلها القلب يساهم في إدخال السرور والفرح على هذه القلوب إنما تعالج حسيا حسيا عند الأطباء العارفين وتعالج معنويا عند العلماء الربانيين الذين يرشدون إلى ما يصلح القلب من خلال هذه الأسرار في كتاب الله تبارك وتعالى طبعا الأسرار كثيرة في الزكاة أختم بهذا الأمر يقول سبحانه وتعالى وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الْرَاسِقِينَ من أعظم أسرار الزكاة أنها مخلوفة يُخْلَفْ عَلِكِ لهذا نقرأ في قول الحق سبحانه وتعالى فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسْرُهُ لِلْيُسْرَى صَدَّقَ بِالْحُسْنَى كما قال أحد العلماء قال من أيقن بالخلف جاد بالعطية عند يقين أن هناك خلف سيخلف الله تبارك وتعالى عليه جاد بالعطية يقول سبحانه وتعالى إن الله يجزي المتصدقين وربي سبحانه ونبينا عليه الصلاة والسلام جاء في الحديث يقول يقول ربي تبارك وتعالى في الحديث القدسي أنفق يا ابن آدم أنفق عليك هذا سر عظيم أنفق سيأتيك الخير من الله تبارك وتعالى وهذا الأمر محسوس ومشاهد ومعلوم لدى الكثير من الناس أسأل الله تبارك وتعالى أن يبلغنا وإياكم شهر رمضان ونحن في صحة وعافية وأمن وإيمان وأن يحفظ علينا بلادنا وولي أمرنا وأن يملأ قلوبنا محبة وسرورا وفرحا وأن يثبت قلوبنا حتى نلقاه إلى أن ألتقيكم بإذن الله تبارك وتعالى في حلقة الأسبوع القادمة استودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من هدي رب الكون ذي الرحمات من حكمة القرآن والنفحات من سنة المختار دار هادي الخلق من أولي ترجمة نانسي قنقر